طبعاً مجلس العسكري لان زي ما احنا قلنا ان الامور هو الكبير بتاعنا هو النهاردة اللي يقدر انه يحل المشكلة وبالفعل المشكلة هتحلت واتبعت خطاب بالموافقة على اخامة المباراة وان القوات المسلحة اللي هتأمنها دي المباراة بس موضوع تحل تماماً زي ما احنا ندينا وزي ما احنا قلنا وبنشكر اذا كانوا سمعونا فبنقولهم متشكرين جداً 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 انهم لبوا النداء لان الموقف اللي احنا فيه انتهت المشكلة انتهت الازمة لكن دعونا نفكر في المستقبل برات الاهلي يوم الحد هتتلعب وتنتهي ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب وهيكمل لكن خلونا نفكر في المستقبل لابد من احترام لابد من تأدير لابد من تفاهم لابد من اننا ننظر الى مصلحة بلدنا ومصلحتنا الشخصية لان مصلحة البلد مرتبطة بينا كلنا هننضر فما فيش شك ان احنا بنوجه للمجلس العسكري للقوات المسلحة كل الشكر والتقدير بنشكره كل الشكر والتقدير على حل هذه الازمة حل هذه المشكلة يبقى اجتماع مجلس دارة النادي الاهلي النهاردة هو اجتماع روتيني ان مجلس دارة النادي لا ليقعد ينظر الى المستقبل يشوف ايه اللي ممكن يبزله من مجهود كمجلس دارة محترم كل اللي فيه ناس افاضل ومحترمة الحق يتقال من اول رئيسهم كابتن حسن حمدي الى اصغر عضو في مجلس دارة النادي الاهلي معنا جمعة من العيات نشوف رد الفعل ايه نسأل خير يا سيدس جمعة سلام عليك يا كابتن سلام ورحمة الله وبركاته والله يا رب فعلك فعلك نشوفك انت كل يوم الله يبارك فيك يا رب وخلا